موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من رومونتاد على شاشة قناة المحور من دقائق لسه خلصان مباراتين مبارات الأولى كانت ما بين طلاع الجيش ونادي الزمالك فاز فيها نادي الزمالك 2-1 وبكده نادي الزمالك ماشي بخطة سبتة وبيقرب من المربع نادي الزمالك لو مشي بالخطوات دي وبالأداء ده وبالشكل اللي ماشي به هيبقى مكانه المربع زعب هو آي نعم ضمن وجوده في الكونفدرال الأفريقية بصفته حامل اللقب لكن وجود نادي الزمالك يليق به هو ده المهم إن الزمالك اسم كبير دايما أنا بصفة شخصية بقول إن نادي الزمالك أحد كفاتي ميزان الكرة المصرية والعربية الأفريقية وجود دايما الزمالك بالشكل ده والتنافسية الكبيرة جدا اللي شفناها في سنين طويلة كانت دايما ما بين أهل وزمالك لكن في الفترة الأخيرة أو في السنة الموسم ده تحديدا التنافس ما بين الأهلي ومباراته اللي جاية بكرة اللي نكلم عنها لاحقا أكيد في السياق الحلقة إن شاء الله الموارات الثانية كانت ما بين مدر نوزبورت والمقاول العرب وفاس فيها نادي طبعا مدر نوزبورت اثنين واحد بهدفين الهدف الأول عبد كريم الوادي في ديئة 21 وإيابة في ديئة 45 وأحرز أحمد عبدالزيز مودي في ديئة 73 لنادي المقاول العرب بكده المقاول العرب خلونا الأول أتكلم على مباراة الزمالك وطلاء الجيش وبعد كده عن مقاول العرب وعلى حد ما نستعرض معكم طبعا بالتقارير وبالمرتل وبالأهداف حداث المباراة الزمالك من شوية كنت بقول أنه ماشي بشكل كويس جدا ومشكل مميز وبالأداء ده يوصل الزمالك للهدف الأسمل وأنه هو يبقى في مركز يليق بناة الزمالك أي نعم الزمالك كان بينه بين الأهلي هو التنفسية على مدار التاريخ كله أهلي أو زمالك وهما بطل الدولة ده اللي كنا بنشوفه في بعض الأحيان جيل إسماعيلي بعض الأحيان جيل مقاول العرب في بعض الأحيان في 72 غازل المحلة لكن يبقى السنادي الزمالك بعيد آه بعيد لكن فوزه بالقنفدرالية الأفريقية بالقنفدرالية الأفريقية هو ده اللي خلاه يعني إيه يعني إلى حد ما يعني بطولة يعني خاصة وبطولة أسعاد الجمهير نادي الزمالك نادي طلع الجيش مع الكابتن عبد حميد بسوني بقاله فترة بعيد آه بعيد لكن هي دي سنة الحياة لكن في الدول الأول هو أجمع نقاط وكان ماشي بشكل كويس جدا وكان عامل نتائج مميزة لكن لطول الدور العام المصري لضغط المباريات بيتأثر على فرق عن فرق يعني فيه فرق بتستغلي يعني مثلا لو كلمنا مثلا بيرمز خرج مبكرا من دور الأبطال وركز في الدور المصري وده فرق معاه فرق زي المقاولون العرب السنة اللي فاتت لو اتكلمنا كمان السنة دي على تغير المدربين جاءوا خمس مدربين بداية من الكابتن شاء غريب طلعت محرم كابتن عماد النحاس موجود معتنب الجمال ما عرفش كمان موجود معه محدد كمان هم دول اللي أثروا على الشكل العام لأداء ونتائج المقاولة العرب مع الدعم الكبير جدا اللي كان بيبقى موجود قبل كان موجود السنة هو ده اللي خلى شكل المقاولة العرب يتعثر مودم السبورت بسماء الجديد قدر من خلال سنتين كان موجود فيهم في ربع الزهبي سنتين كان موجود فيهم في الكونفدرالي الأفريقية السنة دي ماشي بشكل كويس جدا اي نعم غيروا المدرب البرتغالي جاء الكابتن جاء بعد كده مدير فن جديد ثم الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا الماشي معهم بشكل كويس جدا ماشيين بخطة سبتة ماشيين بداية كويس عندهم من اللاعبين المميزين وبعض الأعراض اللي جاتلهم من نادي الأهلي مقابل طبعا عمر كمال عبدالواحد وبعض اللاعبين لا ماشيين بشكل كويس جدا وعملين نتائج مهمة جدا وده لا نستعرضه في شكل الدوري معاكم لما نستعرض شكل الدوري العام المصري لا مدير سبورت عاملين شغل كبير عاملين شغل مميز جدا وبالتالي هما هيبقوا يعني ممكن قريبين من مربع في المركز الخامس هما حالا تقريبا هما في المركز الرابع تقريبا بعد تقريبا لو شوفنا الجدول هيبقوا بعد نادي المصري طب نشوف الجدول نعلق على الجدول برضو لحد ما تجاوزونا الأهداف والماتيريال بيراميدز في المركز الأول ب27 مباراة وبكرة عنده مباراة هي الفايصل على شك أعلم نفسه على الدوري العام المصري برسيد 68 نقطة الأهلي في المركز الثاني بنائس أربع مباريات عن بيراميدز عنده 57 نقطة المصري البورسعيدي في المركز الثالث من 29 مباراة عنده 51 نقطة مودلوس بورت في المركز الرابع أبنش هو كنتم قوله في المركز الرابع بفوزه النهاردة عنده 47 نقطة أمي في 45 سموحة في الست 42 الزمالك في السابع 25 يبعد عن يبعد 41 نقطة من 25 مباراة لا بعيد لا يليخ بنادي الزمالك اطلق زد في المركز الثامن بـ 41 نقطة سلاميكا في التاسع بـ 41 نقطة الاتحاد السكندري في العاشر بعد نتاج كبيرة جدا مميزة في الدول الأول تقاخكر وتقاعص لعبيه في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز واتغلبوا بأربع هداف دي كانت نتاج كبيرة جدا لنادي بيراميدز 38 نقطة طلع الجيش في الـ 11 35 البنك الأهلي في الـ 12 33 الجونة في الـ 13 32 الإسماعيلي في الـ 14 31 فرقه في الـ 15 29 بلدية المحلة في الـ 16 23 المقاونة العرب في الـ 17 20 الداخلية في الـ 18 19 نقطة كده يعني بشكل كبير وبشكل مؤكد الفرق الثلاثة المهددين هما الداخلية والمقاونة العرب وبلدية المحلة مع العلم أن فرقه كمهدد يعني أنه في الفترة الأخيرة اتعادلت النتائج ومشي بأداء يعني مطمئن إلى حد ما والبنك الأهلي مع الكابتن طرق مصطفى يمكن بعدما كان في المركز الأخير أو القابل الأخير قدر برعاية مهمة جدا من اللي هو أشف نصاري يمكن كنت بتكلم معاه النهاردة وانا جاي في الطريق في بعض الأمور يعني الدوري والأجواء الرياضية والأجواء المحيطة بالساحة الرياضية الراجل عامل يعني شغل كويس جدا مع الكابتن طرق مصطفى وقدر يدوله دعم الكبير جدا لنأخفكم بسرع ممكن ده قلت قبل كده أول مباراة عصر أمام ناس كتير طلبت أنه تغير التغيير الكتير للمدربين هو سبب من الأسباب وكبوات الأندية السنادي يعني ممكن أنت تزبر على مدير فني زي مثلا مبلدية محلة برئاسة بصفة الشامية الصبر على أحمد عبد الرقوف وبالتالي بقوا في الموقف الصعب ده المقاولة عرب تغيير تقريبا أربع مدرين فنيين أو خمسة متخنط زاكرة يعني عندنا كابتن شاء غريب طلعت محرم عماد النحاس ومعتم الجمال أربع مدربين بالتالي برضو عدد كبير البنك الأهلي نفس القصة بابا فاسيليو ثم قابليل كابتن خالي الجلال ثم طريق مصطفى دايما دايما أي مدير فني أي مدير فني أنت بتتعاقد معها بتتعاقد على مشروح ومشروح بيبقى يعني طويل فيش حد بتعامل بالقطعة اللي عندنا في مصر دورة مصر عندنا هو التعامل بالقطعة أنت عندك مدير فني ادي له الفرصة وخليه شارك كمان في اختيار اللاعبين مهم جدا وإحنا بنفنش موسم وهنبدأ موسم جديد بنفنش موسم وبنبدأ موسم جديد خليك دايما المدير الفني هو اللي في الواكهة هو اللي يختار محمد وطارق وإبراهيم وإسماعين وعبدالسلام هو اللي يختار واختيار عن قناعة ونقشه في القناعة بتاعته ونقشه في الاختراب بتاعته علشان بعد كده هو يبقى المسؤول لكن عندنا أنت بتجيب صفقات وبتجيب للمدير الفني يجي جاهز يلاقي 30 لعب هم الموجودين قدامه يا بختك يا ببخيل زي ما بنقول أنت بتقدر تعمل بقى من فسيخ شرباط تقدر تدور تقدر تخطط تقدر تشكل اللعبة دي من تاني تقدر تغير مراكز اللعبين تقدر تعمل بهم شغل كويس أنت وحظك بالتالي المفروض واجب على المدير الفني أن يكون هو صاحب القرار الأهم في اختيار اللعبين موسم جديد أو اختيار اللعبين لبطولة معينة أو 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 زي ما أنت بالقائمة مثلا هاخدتكم الكلام وأروح لقائمة مثلا المنتخب الأولمبي اللي بتمنى كل التوفيق لمنتخب الأولمبي طبعا المشرف على المنتخب الزميل العزيز وهناك من مصر الكبير المتميز محمد براغات والراجل اللي عمل شغل على الأرض الواقع مميز جدا كان يعني كان فيه حوار بيني وبين كابتن براغات مبرح بكلمه يعني كنت عايزة أروح أسلم عليهم لكن بيسا كنت بكلم مع فاروق في الموضوع ده لكن لقيت الوقت دايق قلت خلاص يعني كلمت مع براغات وطمنت على المنتخب وطمنت على الصفر كان فيه بعض التعصرات من يعني تأخر بيس للفرنسا لأنك أنت كان عندك الاتنين لفوق السن اتنين الكبار مش فوق السن أنا أسف اتنين الكبار اللي موجودين كنت لسا باستخرج عليهم بعض الأمور لكن الحمد لله خلصت الدنيا تمام التمام نيتم لهم التوفيق المنتخب الأولمبي ميكالي وجهاز المعاون كابتن عادم مصطفى وكل الناس الموجودين حرب وخالد سرحان والجهاز البرتغالي الموجود كابتن محمد بركات كامو الشفاء مع الكرة له كل التقدير والإحترام الناس دي يا جماعة عشان برضو نقول خلمة حق قبل المعترك الكبير اللي هو الأولمبياد قبل فترة الإعداد أو المبارات الوديا اللي فيها هيبقى فيها العراق وهيبقى فيها تقريبا فرقة تانية أوكرانيا نتمنى لهم كل توفيق الدعم الكبير جدا والدعم اللي هو محدود مننا كإعلام مصري لأنك عندك فريق مهم جدا هو نواة المنتخب الوطن المصري في السنين اللي جاية وبالتالي واجب علينا الدعم الكبير محمد بركات لما جاه كامو الشفاء مع الكرة وعضوا كعضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري قوة القدم ولما جابوا مكالي عملوا عليهم أو عملوا عليهم وصلوا بطولة أفريقية أي نعم ما فزوش بالبطولة لكن خذوا مركز تاني بعد منافسة وتنافسية كبيرة جدا مع المغرب على أرضه وصلت جمهوره وصلت الدعم الكبير جدا اللي نتعارفينه وصلوا الأولمبيات وصلوا الأولمبيات عملوا قوام فريق محترم عملوا عشان بس نقول كل بأمانة وكل صدق أنا ما بجميلش على فكرة لو نقول بركات أزمنا في الرمونتادة ولا نجم النجوم الرمونتادة لا 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 خالص الراجل فعلا على أرض الواقع هو مشكلة بركات أنه مبتلاش تير في المدين حتى كان يبقى موجود في الكرسي اللي قاعدة فعلا ده كان يبقى متحفظ تماما عن حديثه على المنتخب الأولمبي أو لاتحاد الكورة احتراما اللي بكنته والمسؤولية اللي هو فيها احنا قامنا نتكلم قبل نتكلم بس منتكلم بيشاف فيها لو غلطوا هنقول غلطوا بس هما مغلطوش الناس بصراحة بالنسبة كبيرة جدا الناس قدروا يعملوا بعض الأمور اللي ممكن يعني تتأخر لأن دايما أنتوا يا جماعة اللي ما تعرفوهوش أن السفارات الأجنبية بيبقى عندها يعني بعض الرولز اللي دايق لو حد منكم يسافر أوروبا أو عارف أو أمريكا أو أي بلد يقض فيزا بيبقى عندهم بعض الأمور وبعض الرولز اللي دايق شوية لكن أنت أمام بطولة هي الأهم على مدار التاريخ الأولمبياد دي مهد الألعاب على مدار التاريخ كله بيبقى مش مص بس دا مش منتخب أولمبي بس دا بيبقى عندك منتخبات مختلفة جامعية ولعبات فردية بالتالي خد بقى خد بقى كشوف كم بلد مشاركة في الأولمبياد بالتالي بيقى فيها عبق كبير جدا جدا على السفارات على السفارات الفرنسية في كل الأماكن الموجودة دي عشان برضو هرجع تاني أقول أن المتخب الأولمبي واجب علينا الدعم واجب علينا تسلط الضوء واجب علينا في البروازي القادم اللي هو الأولمبياد أن احنا نركز معهم وندعمهم عشان يطلع منهم خمسة ستة من النجوم المميزين لأنه هو دا نواة نواة المتخب القادم لأنك في عشرين ستة وعشرين اللي جاية هتنزل بالأعمار السنية في عشرين ستة وعشرين هنبقى نعمل إحصائية كده هتشوف متوسط أعمار منتخبنا الوطني هتلاقي عدد تلاتين وبالتالي نزول بالأعمار السنية لأنك أنت لما تبقى متواجد في عشرين ستة وعشرين إن شاء رب العالمين يكتب للكابتل حسام حسن وجهازه المعاون والمنتخب الوطني المصري إن شاء الله التواجد في كاس العالم عشرين ستة وعشرين بالمكسيكو كندا وأمريكا بالتالي هتنزل بالأعمار السنية ده بس أنا عملت ربط ما بين الدول المصري بمشاكله وبعد المشاكل اللي بتواجه ربطة الأندية بتواجه بتواجه للتحدي المصري التحكيم المصري ما لهم عليه بالنسبة كبيرة جدا والأخطاء اللي حصلت في الفترة الأخيرة لكن الحمد لله بقىنا كم أسبوع كده وبقىنا كم ماتش الدنيا ماشية وهدية وده اللي نتمنى نرجع الثاني بقى لمبارات الدولة المباراتين نهارد زمالك وطلع الجيش والمقاول العرب ومودن سبورت هنروح الأول زمالك وطلع الجيش النهارده كانت مباراة ما بين الزمالك وطلع الجيش على ملعب كلها حربية ملعب الملعب الجميلة ملعب الملعب المميزة اللي مش عارف يعني الناس ما بتستغلوش كتير ليه مكان استراتيجي مكان محترم جدا حاجة طليق بفعلا بالمؤسسة العسكرية الكبيرة عندها بنية تحتية رياضية كبيرة جدا النهارده كانت مباراة ما بين الكابتن عبد الحميد بسوني طبعا يعني بقى له فترة الدنيا متعسلة معاها لكن عنده فرقة وإمكانيات الراجل بيقدر يشتغل بها على قدر الإمكان المدير الفني النادي الزمالك بأمانة برضو عشان نديله حقه الراجل بيحاول يعمل مش هنقول من فسيخ شربات بيعمل الطبخ الشاطر اللي هو بقى لإمكانيات بيقدر يشكل ويعمل تشكيلة مميزة جدا الهدف الأول طبعا ليوسف أوباما المتميز من عرضية ضربة رأس مميزة جدا زي ما انتم شايفينها معاكم على الشاشة حاجة يعني تصوير رائع يخرج تلفزيوني مميز جدا اهو يوسف أوباما حطت القرى بصراحة في حتة صعبة جدا يعني على حرس المرمى قلت لكون فعونه عرضية مميزة طالع الراجل طبعا المدافع ده كان مفروض يطلع يعاكس أوباما شوية ده كان دوره يعني لكن شطرت أوباما انه طلع قابليه وقدر يركب الكرة بشكل مميز جدا والتوجيه كمان التوجيه كمان كانت حاجة جميلة حاجة مميزة حاجة تفرح حاجة يعني اهو ألف مميروكا أوباما على مجالك أو هيجيلك يعني طبعا احتفال تقليدي دايما للعابين اللي بيبقى ربنا يعني رزقوا بمولود أو يعني في الطريق مولود يعني بيبقوا بياملوا الاحتفال الجميل ده عبدالله سعيد بواصل كتابة التاريخ دايما اللعاب المجتهد بيبقى دايما بأداءه المميز بتفانيل كبيرة بيقدر فعلا يكتب تاريخ وتاريخ كبير جدا عبدالله سعيد بقى واحد من قائمة في قائمة الهدفين التاريخيين للدور العام المصري لكن ده أنا شافه ده تهور من عمر عبدالعزيز بين عمر رضوان آسف عمر رضوان حرس مميز على فكرة عمر رضوان لكن هو بيبقى يعني خد تفكيرين انه ياخدوا كرة بأيدي او شطر برجله وبالتالي اتحسف ضرب الجزاء على طلاق الجيش تصدى لها النجم الكبير والأسطورة عبدالله السعيد عبدالله السعيد واحد من اللعبين اللي يستاهلوا كل خير يستاهلوا فعلا انه اسمه الكتب في قائمة الهدفين التاريخيين للدور العام المصري لعب يوم عن يوم عمال عمال يعني تزيد حصيلة أهدافه ويسجل في التاريخ وانت دايما لعب كرة القدم نتائج وبطولات واهداف يعني لما تيجي عبدالله السعيد بعد ما تقعت كده من كرة القدم ويعلق الحزاء زي ما يقولوا يعني بلغة كرة القدم هيعد أمام تاريخ كبير جدا واحد من الهدفين التاريخيين اه من الهدفين التاريخيين لسه بنذكر الكابتن منذكر نجوم كبيرة جدا كابتن راحل حزن الشازلي بنذكر لعبة كبيرة جدا منهم عبدالله السعيد هتيجي برضو تموري الأيام وموري التاريخ اه يعني أهل والزمالك وإسماعيلي واحد لعب لتلات أكبر أندية في مصر وفي القرى الأفريقية بالتالي عبدالله السعيد واحد من لعبين المميزين اللي دايما نحن بنسعد بيهم وبتوجدهم وبأداءهم الكبير جدا ويعني للزمالك لو عبدالله برضو جي قبل كده سنتين ثلاثة لما كان هينتقل من الناد الأهلي كان ممكن برضو فرقة مع عبدالله السعيد وجود عبدالله السعيد في الزمالك عن وجوده في بيرامتس مع ترامنا كبير جدا جدا طبعا لنادي بيرامتس على الجانب الآخر هنشوف كمان هنشوف هدف هنشوف هدف لسه بنتابع معاكم هنشوف هدف طلاع الجيش يعني نقدر نقول هو هي غلطة أو هدف ذاتي على نادي الزمالك الكرة دي ممكن يكون فيها يعني شكوك حول المصدقية فيها لكن هي دي العدالة أحمد مجدي هدف ذاتي لو شفت اللعبة من الأول ممكن نقول يعني فيها ضرب الجزاء وممكن نرجع المتخصص عشان ما نقولش ان احنا بيقول كلام ما فيهوش بصدقية لكن تكملة الهجمة هي دي عدالة السماء سابع هدف أسباني في فرنسا في فرنسا يعني هدف هو طبعا ما يقصدش خالص ما يقصدش خالص يعني دي كانت مباراة طلعية الجيش ونادي الزمالك إلى مباراة أخرى طبعا كان عنوانها الوفاء والتقدير للراحل أحمد رفعت عايز أقول أنا كنت موجود في عزة الكابتن أحمد رفعت نجوم مصر كلها يعني نجوم مصر كلها كانت موجودة وقد واجب العزاء وبخص تحديدا كمان الكابتن علي ماهر والكابتن محمد عبد الكريم المدربين السابقين لأحمد رفعت كانوا موجودين وقفين في الصف وكانت نجوم كتيرة جدا بنشكر طبعا كل الناس اللي ساعة وجات وعزت في الراحل أحمد رفعت النهاردة مباراة مهمة جدا مباراة مهمة جدا لنادي مودن سبورت أمام نادي المقاول العرب يمكن الكابتن عماد النحاس يعني أنا كشافة كانت مغامرة بس هو ده المدرب الكبير اللي يقدر يتواجد في أي وقت ولعبين على أعلى المستوى وفريق في ترتيب كويس ومعندوش مشاكل وتبقى بتتولى المهمة الفنية وتقول آه لا ده مدير فن كبير لا مدير فن برضو الكبير إنه هو زي زي كشرة كده لما راح للدخلية وثم راح لبلدية المحلة في توقيت صعب هي دي المغامرة ودايما المغامرة وروح المغامرة إنك أنت بعدها بتيبقى فيه عندك إنك أنت مدرب قلب الجامد مدرب أنت في أي وقت يقدر أي فريق يستعين بيك ويبقى عندك ويبقى عنده فيك صقة كبيرة جدا إنك تبقى موجود في الشكل ده مع ناد المقاولون العرب بالشكل ده في الأداء ده في النتيجة دي جماعة يعني المقاولون العرب ده آه تالت فريق حظر البطولات بعد قاله زمالي 82 تقريبا بطولة الدورة عن مصر بعد كده البطولات الأفريقية كأبطال دوري وكؤوس سوبر كاس مصر لا ناد المقاولون العرب كان في وقت من الأوقات كان هو أول نادي من الأندية المؤسسات والشركات اللي قدر يطلع في العمر لأفريقيا ويجيب لك عبد الرزاق الكريم ويجيب لك بالأنتوان وبعد النجوم الكبيرة اللي يجب لجم وأسر الملعب المصرية النهاردة على أرض الواقع المقاولون العرب بيخسر ست نقاط مش تدر تخبس المبراكمة على أرضه أمام نادي منظم جدا الرجل هوت على طول خد باله على طول واعتذر في ثانية الرجل كان عايز يعني 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 مش هقول يبالغ في الفرحة لكن ده طبعا الشرطات الجديدة والشكل الجديد والصالي الجديد لمودرن سبورت كلهم بشيلوا شارط حداد أحمد رفعت طبعا في القلب رفعت والله دايما هنفضل نفتكرك بكل خير فيه كمان هدف تاني عن طريق طبعا يبقى اللعب المحترف في دقيقة 45 ده عرضية جميلة يعني بصراحة دي بقى نسب النهاردة التحليل الفني هو اللي دايما نستعرض الحاجات دي احنا دايما بنستعرض كده سريعا يعني ده طريقتها واحد من اللعبين المميزين جدا يمكن مشاركته في مفترة كبيرة مش أساسي لكن في أي وقت وأي زمان ومكان بتلاقيه موجود ولعب مؤثر طريقتها من البكات الشمالي الشاطرين المميزين اللي يقدر يعمل معك فرق كبير جدا ده أحمد عاطف في بص مهم جدا ده الهدف التاني جملة إيه بقى جملة جميلة جملة شيك جملة يعني ملعوبوا قبل كده أعتقد أن دي حاجة من الحاجات اللي بتخلي كلهم بيبقى عندهم يعني محمود ده محمود رزق وإيبة عايزين برضو بيحتفلوا وبيهدوا الفوز ده للنجم الكبير أحمد رفعت ألف رحمة ونور عليك رفعت هتفضل في القلب والله يعني حاجة من الحاجات اللي دايما بنفتكرها ونكليها الشرف اللي أنا تواجد مسلمين في مدر في مصمى الحالي مدر سبورت أعتقد أن دي حاجة من الحاجات يعني اللي فيها انتماء كبير جدا بكرة في مباراة ولا أروع هترجع لي بكرة في مباراة هي مباراة الدور العام المصري بس يعني إيه لما نعود كده ونتعدل ونتكلم في الكلام نقول كلام صح بكرة اللي يفوز بالمباراة الغد ما بين النادي الأهل ونادي بيراميس هو بطل الدور العام المصري بس كده بكرة المباراة التساع مساء على ملعب القاهرة الدولي وعايز أقول يا جماعة برضو يعني في الفترة الأخيرة حصل لغط على استاذ القاهرة وحصل الكلام من جانب الأستاذ وليد عبوهاب رئيس التنفيذي لهيئة استاذ القاهرة وبعض الزملاء الإعلاميين لكن في المجمل عشان برضو نبقى إنصاف وندي استاذ القاهرة حق استاذ القاهرة هي منارة الاستاذات في مصر استاذ القاهرة في أحلى أوقاته كان هو المستضيف لمباراة منتخبنا الوطني والبطلات الكبيرة جدا 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 استاذ القاهرة بقاله فترة من قبل 2019 من 2019 وهو في أسهة حل ليه بكل أهم أنا بس عجلنا نتكلم بس إحنا إحنا لم نجامل فيه حد ولا بتاع على أرض الواقع لكن الملعب عليه ضغط كبير آه عليه ضغط كبير لكن ده مردود المادي للهيئة ما أنت هيئة يعني يعني مربحة إنك من وراها لازم تجنس نارها مش هتدي تلعب عليها والفرقة تلعب عليها ببلاش لا أنا ما يبقى عندي مكان بأجره وبقدر استفيد من وراه استفيد من وراه وأعمل وأعمل فيه مداخيل كبيرة جدا هي شطرة بالنسبة لي وبالنسبة لوليد عبوهاب اللي هو رئيس هيئة استاذ القاهرة محترم كون إن النادي الأهلي ده صورة استاذ القاهرة والناس شغالين فيه وعلى أعلى مستوى النادي الأهلي مارسل كولر هو اللي طلب بعد ما كان بلعب على ملعب السلام الملعب الخاص بالنادي الأهلي هو اللي طلب يلعب على أرضية استاذ القاهرة والستاذ القاهرة الناس فيه ما بتتأخرش على أي مباراة للمتخب الأولمبي أو المنتخب الأول أو لأهلي أو لزمالك أو أي فرقة هو تعاقد معها ما ينفعش الأستاذ وليد عبدالوهاب بعد ما تعاقد مع الأندية دي كلها يجي في الآخر يقول له لا أنا هلعب بس أهلي أو هلعب زمالك أو هلعب فرقة بعينها ما يقدرش هو خلاص فاضل تقريبا أربع خمس مباريات لكل فرقة أو مباراتين لكل فرقة لأنه لو حسبت المباريات أو للأهلي أكبر عادة المباريات مثلا نقول ست سبع مباريات وبالتالي الأستاذ هيروح للصيانة مش عازل حد يبقى يزعل ممكن يبقى حصل بعض التصرحات من هنا المدير الفني النادي الأهلي ممكن يكون لأنه دايما شايف أستاذ القاهرة في أبقى حلة وأحلى أرضية وإحنا دايما بنشيد بأرض أستاذ القاهرة لكن اللي حصل في الفترة أخيرة الضغط الكبير جدا جدا على ملعب أستاذ القاهرة والراجل عنده تعاقدات يعني الأستاذ وليد عبوهاب أو هائل أستاذ القاهرة عنده تعاقدات والراجل ما يقدرش يخل بتعاقدات وفاضل تقريبا ماتشين ثلاثة لكل فرق بالتالي هي أزمة وصحابة الصيف وعدت إن شاء الله بنطالب بقى الأستاذ وليد عبوهاب رئيس أيد أستاذ القاهرة إن شاء الله إن الأستاذ يرجع تاني في فترة الصيانة لأزهى صورة لأحلى صورة زي ما هو معاودنا وأستاذ القاهرة دايما أنه حاضن لكل البطولات حاضن لكل اللعبات حاضن لكل الألعاب يعني في توقيتات اللي ما كانش فيها أي دولة على مستوى العالم بتحضن بطولات كان هيئة استاذ القاهرة في الصالة المعطاب بتعمل بطولة أفريقيا بطولة العالم أنت عندك 2019 بتلعب البطولة الأفريقية لا يعني بصراحة بكل أمانة أي نعم بيحصل اختلاف وجهة نظر وده عادي وأنا شايفه هي دي لغة العصر وهي دي لغة الحياة إنك تختلف عشان تبقى يبقى الأحسن موجود عادي بس اللي حصل والقيل والقال وإن الأهلي لأ ما يجيش يلعب لأ إحنا الصيانة عندنا لأ محدش يقول له بالاستاذ بعينه الاستاذ ده ملكية خاصة ده ملك الحكومة ملك الدولة وهيئة يعني ربحية أنك من وراها لازم تعمل إفنتات وتعمل بطولات وتعمل ماتشات وبالتالي يبقى عندك المردود اللي تقدر تصرب بيه لأن المصاريف الكبيرة جدا على أرضية استاذ القاهرة كبيرة جدا الكهرباء المية الصيانة الشركة الخاصة اللي بتصين استاذ القاهرة لا حاجات كبيرة جدا نحبي بس أدي الأستاذ مليد عبواب وهيئة استاذ القاهرة راح أقوم وأيضا ندي الفرق اللي هي متعقدة مع هيئة استاذ القاهرة على الاستاذ إنها تلعب وتكمل مباراتها وبعد كده ياخد بقى راح استاذ القاهرة ويرجع تاني كما عودنا عندنا بكرة مباراة هي الأهم مباراة في عمر الدوري العام المصري هي المباراة الفايسل هي المباراة الفارقة بكرة اللي يفوز بمباراة هو اللي يبقى يعني على بعض خطوات من حظ اللقب النادي الأهلي ما عودنا دايما إنه على منصات التدويج لكن براميز بأداءه السنادي بجهده كبير بسكوات عنده رئيس تنفيذي هو المهندس ممدعيد ومرافقي ومعاوني عنده مدير فني مميز جدا عنده لعبين على أعلى مستوى ومسكوات على مستوى بس أتمنى 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 إنه تبقى مباراة في إطار وكنف الروح الرياضية براشيك مباراة على تنفسية على البصدات الأخضر شجع شجع الجمهوريات شجع جماهير برامدة شجع لكن في الآخر المباراة هي عنوان الكرة المصرية شكل فيها تنفسية بالتالي النادي الأهلي النهاردة مركز جدا عامليه تقريبا 13 انتصار متتالي الأهلي بسم الله ما شاء الله بعد ما رجع من من دور الأبطال وفاس من دور الأبطال برضو ماشي بشكل مميز جدا ماشي خطوة بخطوة فيه تعصرات فيه مباراة فيها عصبية مباراة فيها تنفسية لكن في الآخر حاصلة المباراة في صالح النادي الأهلي هنشوف معنا قايمة لعب النادي الأهلي بكرة اللي هي هتخوض المباراة لو معنا على الشاشة نستعدتها معكم قايمة برمز معنا أول الأهلي محمد الشيناو بصفة شبير زنفلي لحراس المرمى كريم فؤاد وعبد المنع مرام ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عفتاح ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد خط الدفاع أكرم توفيق ونيدفيد ومروان عطية وإمام عشور وقفشة والشحات وعبد القادر وريدا سليم وطهر محمد طهر اللي خط الوسط خط الهجوم وسام أبو علي فيه كمان المستبعدين من قائمة النادي الأهلي منهم للإصابة منهم أو لعدم الجهزية الفنية رؤية الفنية مصطفى مخلوف وجهة نظر فنية حمزة علاء لانضمام من المتخب الأولمبي محمود متولي وجهة نظر فنية علم علول للإصابة كريم الدبيس للانضمام من المتخب الأولمبي أحمد نبيل كوكا لانضمام من المتخب الأولمبي السولية لإصابة كريستو وجهة نظر فنية برستاو الإصابة عام منعم كهرباء وجهة نظر فنية معنا كمان قائمة نادي بيراميز للمباراة المهمة جدا معنا أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر خط الدفاع محمد حمدي محمود مرعي أسامة جلال كريم حافظ محمد الشيبي أحمد سامي خط الوسط مصطفى فتحي أحمد توفيق مهند لاشين محمود دونجا بلات التوريه محمود زلاكا محمد رضا بوبو يوسف أسامة وليد الكارتي خط رجوم فيستو ميلي ودود وجباس وفخر لقاي ومروان حمدي مباراة من العيار السقيل مباراة مهمة جدا بكرة إن شاء الله يبقى معنا ضيوفنا اللي يحللونا المباراة إن شاء الله يبقى معنا الكابتن مختار مختار والكابتن خليل جلال وأكيد زي مننا في الإعداد وفي الإخراج بيبقوا دايما مجهزين لنا شغل مميز جدا يستمتع به كل مشاهدي رومتاد الأهل استعدت تدريبات خاصة أكيد محاضرة فنية دايما قبل المباراة والتدريبات مش عانيفة شوية عامل نفس كبير جدا بالنسبة للفرقاتين أكيد الإدارة هنا والإدارة هنا كل التوجيهات مباراة بشكل مميز مباراة تليك بالفرقين النادي الأهلية عنده سكواد محترم النادي بيرامنز عنده سكواد برضو محترم جدا مباراة هتبقى في الملعب ما بين فيها التنفسية كبيرة جدا ما بين الفرقين زي ما قلت وارجع اقول تاني اللي يفوز بالمباراة دي هيبقى عنده أريحية كبيرة جدا أنه ينافس على لقب الدوري السنة دي وما زعلش الأهلوية أخلي بالك لو بيرامنز كان عنده الأفضلية وفاز بالدوري هي دي سنة الحياة وهي دي كرة القدم التنفسية الشريفة على البساطة الأخدر هي فيها من يفوز بالمباراة ومن يفوز بالدوري هنقوله ألف مبروك والمهزوم نقوله هارد لك تعوطها ولبرضو لو فاز النادي الأهلي بالمباراة وبقى على خطوات بالفوز بالدوري العام المصري هنقول النادي الأول ألف مبروك النادي الأهلي دائما معود جمهيره وأنه دايما يفوز بالدوري العام ويفوز دايما بالبطلات ويبقى دايما نمرة واحد ويبقى دايما على منصات التتويك النادي الأهلي كمان في إطار دايما اللعبات الأخرى أو اللعبات الجماعية قوية جدا هي كرة اليد في النادي الأهلي أعلن تعقده مع المدربي دنماركي ستيفان ماتسن لتدريب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لمدة موسمين وعايز أشكر تحديدا خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي وحارس النادي الأهلي وحارس المنتخب مصري في كورتلياد رجل ده دايما شغال وعنده أمانة كبيرة جدا وعنده حب وعشق كبير جدا للنادي الأهلي وبالتالي هو دايما بيختار دايما المدربين المميزين المدرب ده عنده 47 سنة مدرب مش كبير مدرب سبع لوق مدرب فريق ليبسج الألمان للسيدات ومنتخب الدنمارك للشباب والبورج وتأهل معه لنهاء دور أبطال أفريقية لكورتلياد المدرب الأسباني ديفيد ديفيز كان مش قبل كده وكان له فترة تواجد مع نادي الأهلي هستعد لطع فاصل ومازلنا مستمرين معكم بعض الفاصل الفرق المصرية المؤهلة أو المشاركة في البطولات الأفريقية كل ده ولكن بعض الفاصل رجالكم تعني بعض الفاصل وعن الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية عندنا بطولة دور الأبطال وعندنا الكونفدرالي الأفريقية دور الأبطال هو البطل النادي الأهلي من مصر وأيضا الكونفدرالي الأفريقية هو بطلها نادي زا ملك من مصر بالتالي بيشارك في دور الأبطال كل من النادي الأهلي ونادي بيراميدز وبشارك في دور الكونفدرالي الأفريقية نادي زا ملك ونادي المصري البور سعيدي النادي الأهلي عندنا نتائج قرعة الأدوار التمهيدية في دور أبطال أفريقيا للفرق المصرية الدور التمهيدي الأول عندنا برمز أمام جيش كوجينكا بطل زنجبار الدور التمهيدي الثاني الفائز من بارات برمز أمام جيش كونجيكا يواجه الفائز من بارات عزام التنزاني أمام الجيش رواندي الأهلي أمام الفائز من بارات المريخ جوبا بطل جنوب السودان أو أمام جورماهيا الكين ده بالنسبة للنادي برمز والنادي الأهلي عندنا نتائج قرعة الأدوار التمهدية في دور أبطال أفريقيا الفرق العربية عندنا الترجي التونسي بواجه الفائز مباراة أرطا سولار بطل جيبوتي أمام ديهاك ديكاها الصومالي الاتحاد المنستيري التونسي أمام بيساي أتشادي الرجاء المغربي أمام الحرس الوطني بطل الناجر الجيش الملك المغربي أمام ريمو ستارز ناجيري شباب بولوزداد الجزائري أمام ليوباردز الكنغولي مولدية الجزائر أمام وتنجا ليبيري ممثل ليبيا الثاني لأن في ليبيا لسه ما حسبوش لسه عدوهم ست فرق بتتنافس أمام الهلال السوداني ممثل ليبيا الأول أمام المريخ السوداني نوازيب الموريتاني أمام ميليو الغيني نتيجة قرعة الأدوار التمهدية في كأس الكمفدرية للفرق المصرية الدور التمهدي الثاني عدنا فريق الزمالك بيواجه الفائز من برات البوليس الكيني أمام البن الأتيوبي فريق المصري يواجه الفائز من برات كاتارا الأغندي أمام ممثل ليبيا الثاني معنا طبعا يعني لو اتكلمنا عن الفرق المصرية المشاركة في الكمفدرية الأفريقية من شوية قلنا نادي الزمالك بيشارك كبطل للنسخة كالكمفدرية الأفريقية وأيضا النادي المصري البورسعيدي للسنادي عامل شغل كويس جدا في مجلس برئاسة الأستاذ كامل عبدالي الخبير السياحي الكبير الدولي الكبير وأيضا مجلس إدارة محترم ومدير فني الكابتن علي ماهر وفريق مميز جدا عاملين أداء السنادي ولا أروع معنا الأستاذ رجب عبدالقادر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أستاذ رجب أهلا بحضرتك أهلا بك أهلا أستاذ محمد تحياتي لحضرتك والفريق العدار تحياتي لحضرتك وتحياتي لجمهير النادي المصري البورسعيدي وعايز أخص بالذكر طبعا في البداية الأستاذ كامل أبو علي ومجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي مشاركتكم دي أعتقد دي مش أول مرة للنادي المصري البرسعي دي نادي بطولات ونادي جمهيري كبير جدا وجوده في بطولة الكنفدرالية حاجة مهمة جدا للنادي المصري البرسعي المشاركة الأفريقية أستاذ محمد زي ما حدتك عارف كان أحد طموح الفريق وجمهيري النادي المصري عشان النادي المصري يعود النادي المصري زي ما حدتك عارف تاريخ كبير ومشاركات أبراكية كانت أكتر من مرة كثير لكن السكواد اللي اتعامل السنة ووجود في أسفن على مستوى كثير بباتك كان الفيصل في أن احنا نعود للمشاركة الأبراكية بنتعشى من شاء الله ان احنا نكون سفير جيد جدا للقرى المصرية وان شاء الله نحقق نتائج كويسة مش مهم هنقابل مين وامتى وكلام ده لكن المهم ان احنا هنشارك وانشارك بشكل ان شاء الله نحقق إنجاز طيب لجمهير النهد المصري والمصر في البداية طبعا جمهير المصري بورسعيدي استحملك كتير جدا بقالها سنين طويلة بتلعب خارج أرضها أو محيط بورسعيد أو البلدان المجاورة بورسعيد بيلعب في برج العرب أكيد المورات الأفريقية لابد لتدخل الدولة وأن يكون فيها يعني كلام أو حديث أن تلعب مثلا على ملعب القنابل اسماعيلية على ملعب قريب جدا من بورسعيد لوجود الكامل جبري جدا من الجمهير المساعدة للنهد المصري هو ده كلام المهم اللي أنا من خلال حضرتك عاوز أقول فضل يا فاند أن الأوان بينهاء اغتراب فريق النهد المصري وقصر لعبه على برج العرب ده أمر مكحب جدا بالنهد المصري بنتعشم نجهات المسؤولة في الدولة تساعد النهد المصري خصوصا بعد المشاركة الأفريقية وبعد ما يكون أحد الأنبياء اللي هتمثل مطر في الموسم القادم بإذن الله إنهاء حالة الاغتراب الغير مبررة دي هو العودة للعب بأحد الملعب القريبة من بورسعيد لتسهيل الأمر على جمهير النادي وعلى الجاذب الفني واللعب سيد رجب أنت كنت قبل كده وقدين موافقة هاية قناة السويس وسادت الفريق على اللعب على ملعب القناة هل جددتوا الطلب مرة أخرى ولا لسه النهاردة يعني أنتوا بعد معرفتوا بمشاركة نحن كنا تعاقدنا بالفعل مع الساعد هاية قناة السويس ومن خلال حضرتك برضو بحي الفريق قسامة ربيع اللي كان مرحب جدا بإتضافة مباريات النادي المصري على الملعب العظيم اللي هنشئ في هاية قناة السويس وبالناشد المسؤولين يعني نحاول نساعد بقدر المستطاع بعيدا عن الحجج الوهية اللي ملهاش مبرغ بأن النادي المصري يختصر لعبه في برج العرب ويعني بنتعشم المشاركة تكون في ملعب هاية قناة السويس بدلا من برج العرب يعني على أرض الواقع طبعا الأستاذ كامل أبو علي الرجل اللي يعني ما بفوتش فرصة إنه نبقى متواجد لشعب برسعيد لجمهير برسعيد للنادي المصري أكيد لو در حديث في الكواليس بينكم وبين الأستاذ كامل أبو علي بخصوص هذا الموضوع هل يعني تم التوصل لكلام معين النهاردة بخصوص الموضوع الكلام جديد بخصوص الموضوع ده الأستاذ كامل أبو علي زي ما خاطتك عارف وزي ما كل جمهير النادي المصري عارفة لا يقلو جهدان في إنه دحية يحافظ على حق النادي المصري ما بيبخلش بحاجة على النادي المصري وأكيد في مساعي خلال الساعات القادمة مع الجات المسؤولة في الدولة للعودة للعب في ملعب هيا القناة السلسة إن شاء الله يعني برضو سؤالي الأخير عن الصفقات أكيد إحنا خلاص بنفنش الدولة وداخل على بطولة أفريقية وانتوا جددتوا الكريم العراقي وشفاخر الدين بن يوسف هل هناك صفقات جديدة لدعم مشوار النادي المصري في البطولة الأفريقية والله على طاولة المجلس وعلى طاولة أستاذ كامل وعلى خلال فترة اللي جاية تقريب فني من كابتن علي ماهر علشان يقول من يستمر وإيه العناصر المطلوب ضمها واعتقد أن أستاذ كامل مش هيبخل أبدا على الفريق بأي حاجة مطلوب ده ورجل محترم يعني بتأخرش ولو لاحظة واحدة عن الفريق المصري أو برسعيد السؤال الأخير والأهم متى يعود المصري وآخر الإنشاءات على أرض الواقع أخيرا يا أستاذ رجل على قدم مصرق بنتعشم أننا على الأقل نقدر خلال الموسم الجاي نستخدم جزء من الملعب لحين لامتهاء وعودة الجمهير لملعبها وعلى الأرض التاريخية الخاصة بالنادي المصري النادي المصري استحق جمهير برسعيد استحق الأستاذ رجب عبدالقادر نائب رئيس مجلس دارة المنادي المصري برسعيد بشكرك شكرا جزيلا يعني لو حبينا نضيف بعض الكلمات أو بعض مش هنقول احنا ما بجيش ولا بننوه النادي المصري استحق أنه مرة أخرى أن يعود يلعب على الأرض بعد غياب سنين دي الطويلة ولو إلى على أقل تقدير أن النادي المصري يلعب المبارات الأفريقية على ملعب قناة السويس اللي كان حصل فيها اتفاق مع السيدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وبالتالي المنشأ الجميل المميز جدا اللي هو هيئة قناة السويس ده ما بتلعبش عليه ألا ماتشاط نادي القناة اللي هو مالك مالك ملك هيئة قناة السويس وبالتالي هيبقى المسافة ما بين برسعيد وما بين الإسماعيلية تقريبا ساعة لربع بالكتير تقدر في البطولات الأفريقية إلى حد ما حتى لو قلت المنشأة الأفريقية يتلعب عليها المنشأة دي ويبقى فيه هناك دعم كبير جدا من جمهير كورت القدم في برسعيد أو جمهير نادي المصر برسعيد اللي دعم نادي المصري في الفترة اللي جاية أليو ديانج أنا شايف واحد من اللعبين المميزين وكان من الصفقات المهمة جدا جدا للنادي الأهلي في كام سنة اللي فاتوا بعد وجود مرس الكورة المدير الفني وطريقة لعبه كل شيء خلقه طريقة دي لازم نحترمها آه لازم نحترمها جايله عرض من نادي الخلود السعودي بمبلغ أعارة على سبيل أعارة بنية الشراء حسب التأرير السعودية بتقول كده أنه هو مبلغ 350 ألف دولار وأنا شايف أنه ده رقم بعض المصادر وبعض المصادر أهل 600 ألف أنا شايف أنه رقم صغير في أليو ديانج لعب مش كبير لعب 26 سنة لعب يعني مميز جدا أتمنى إن شاء الله أنه يبقى الرقم آه آه يعني يعني نقدر نادي الأهلي هم مشاطرين قوي في موضوع التفاوض نتمنى إن شاء الله في اللي جاي لأن طبعا فريق القصيم ده المدينة القصيم اللي هو بينتمي لها فريق الخلود السعودي جاب بولو دراتيو ده برضو مدير فني كبير جدا ويعني جاب كمان حامي على العرين البرازيدي مارسلو جروهي أولى صفقات الأجنبية كمعنادي الاتحاد السعودي وحارس كبير جدا جدا الكرة في المملكة العربية السعودية بتعيش أزهى فتراتها كرة القدم أصبحت صناعة وصناعة مهمة جدا وحاجة في صرف والدور السعودي بقى في حد تانية يا جماعة معنا واحد من نجوم كرة القدم المصرية وصاحب الترخي الكبير في الاحتراف والمدير الفاني السابق لنادي السك الحديد كابتن أمير عزم مجاهد كابتن أمير أهلا بيك حبيب أرسل محمد كابتن أمير تعيوا حبيبي أخبار كبير سائل فولي كابتن أمير سائل فولي حبيبي كابتن أمير عن مباراة الزمالك اليوم أمام طلاعي الجيش فنيا نشفتها كيف يعني مباراة كويسة من نادي الزمالك مباراة كويسة من نادي طلاعي الجيش نحن الزمالك بلعب من قدر ضغوط فأنا شايف النتيجة إيجابية إنه هذا إن كان الشوت الأولين طلاع الجيش كان مستحوز فترة طويلة بس الزمالك يمكن الفرصة أول فرصة حقيقية أو ما قدر يسجل الشوت الثاني برضو أول خمس دقيق برضو كان طلاع الجيش برضو نازل مستحوز والزمالك قدر يحرز ضربة الجزاء حرز عبدالله الصعيد فالمباراة أنا شايف النهاردة قويسة من نازل زمالك نتيجة إيجابية تديك السيخة أنت ممكن نازل زمالك النهاردة بقاله فترة بلعب بلعب ناشئيني ممكن أحمد مجد سرد بجده عكباك سيست لدور دي كابتن أمير والله بص أنا شايف اللي هي فرصة قويسة لناشئين أستاذ محمد وزي ما قلت لك في أول الكلام اللي نازل زمالك بلعب نغير ضغوط تقدر تحكم على لعب السويرة هل هتنفع بعض الناس برضو ما كانش تلعب زي محمد واطف وما تشين بيأدي في مركز البكليفت كويس أنا شايف أنت عرف أنت ناهي أعتبر ناهي الدوري فأني فهم حتى الفلتين يعني هم ما معلومشوا تغوط بلعبوا باستنتهى عشان كده مباراة أنا شايف وجهة نظر المباراة كانت كويسة والزمالك قادر يحز ترسى بنتهي غياب أربع لعبين مع نطاق بلعب زيزو حسام عبد المجيد شحاتة والذات كمال ممكن يأثيره على مشوار زمالك في المباراة المتوقية من عمر الدوري لا لا أنا شايف بسا عشان نتكلم بصدقة بس محمد كل المستويات بتاعت الفرق اللي في الدوري يعني انت من قضاء لو نادي زمالك في حالته مع نادي الأهلي مع بيرامدس مع احترام لكل الفرق تلسة تنجبهم في حتة والفرق التانية في حتة تانية أنا قلت الكلام ده في المقادمة من شوية ما أنا بقول لك يعني نادي زمالك بقى باسمه حتى ممكن في أسوأ الظروف برضو بيعرف يكسب بيعرف ياخد ثلاثة بنت أنت السنة دي مرت بظروف صعبة شوية وكل حاجة وبتعدت عن منافسة لكن زي ما قلت لك يبقى الزمالك زمالك لكن حتة اللي هي الفرق وابتعد أنت أنت النهاردة زيزو مرضو طبعا لعبة مؤسلة وكل حاجة بس أنت النهاردة ماتش الإسماعيلي ملعبش ولا شح تلاقي بالزمال الكاسب النهاردة نفس القصة فزي ما قلت لك فرصة كويسة للغاجل يدي اللعابة الناشئين طوئيد كويس ويلعبه ده السؤال اللي كان جاي يعني هو يقدر في المرادة المتبقية يقدر يقف على مستويات بعض اللعابين الناشئين أو بعض الوجوه الجديدة فاكيد طبعا فاكيد وانت النهاردة اللعابة بتلعب من ماتش أنا شايف اللي فيه يعني أنا نهاردة أحمد مجد السرد بكعة جبنة جدا لعب كويس رغم ممكن الهدف أنا شايف الحباد لك فيه لكن لعب كويس جدا محمد عاطف أنا شايف النهاردة عمل أدوار بفعية أيلة جدا حمد سيد كل اللعابة الناشئين أنا شايف اللي حد الوقت ماشرون بشكل كويس جدا فدي فرصة كويسة وإذا مطلق بيخشوا يعني بينهم الموصل مع الفرقة والسنة الجاية إن شاء الله مع التدائمات إن شاء الله هل غفلت الزمالك فيها صف أول وصف ثاني وصف ثالث كابتن أمير الزمالك هشارك في الكومفدرالية كحامل للقب هل الزمالك بالسكوات الحالي محتاج بعد التدائم للمنافسة أو الاحتفاظ باللقب للسنة التانية على التوالي بص أنت مش محتاج ده نعمية عشان كومفدرالية بس محتاج تدعيم عشان الدورة السنة الجاية صح من طبيع الفرقة كلها على الدعم الدورة هي بقى قوي الكاس عندك سوبر عندك كومفدرالية فأنا شايف نادي الزمالك أتيت طبعا محتاج تدعيم وزا ما قلت لك أنت تقدر تعمل فرقة كويسة السنة الجاية لو دعمت بالنشئين اللي طلعها مع اللعبة اللي موجودة أنا شايف اللي في الزمالك السنة الجاية ممكن يقاليها شأن كبير بإذن الله في البطولة بإذن الله كابتن أمير عزيزي مجاد النجمي مصر الكبير أشكرك شكرا جزيلا أنا أستعد عشان نطلع لفاصل بعض الفاصل معنا واحد من نجوم كرة القادمة المصرية لعب نادي المخاول العرب ونادي الزمالك ومنتخب مصر أن نجمع الخلوك كابتن عصام مرعي في حوار مهم جدا في المنتدى أو أتروحه في أي مكان ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين نجمع لكم تاني بعد الفاصل وضمننا في قرية الحوارية واحد من نجوم كرة القادمة المصرية لعبا للمخاول العرب لنادي الزمالك للمتخبنا الوطني تاريخ كبير من التعلق والأخلاق كابتن كبير كابتن عصام مرعي كابتن عصام مناور نورك كابتن محمد ومبسوط وحشني جدا طبعا حبيبي الناس اللي ما تعرفوش أن احنا أصدقاء من زمان طبعا وأتشارب بداية حبيبي وسعيد أن أنا موجود معك أخبار زميله وصديقي يوسف مرعي والله يوسف الحمد لله طبعا بشكر كل دعميده وبشكرك طبعا هذا هو حاجة تشارب هتشوفه حاجة بطرمة جدا هنا ناس في احترامهم هو يستفيد معهم عميه شغل كويس ما شاء الله الحمد لله النهاردة إزا مالك بيأدي أداء يعني ندر نقول مميز ويفوج على طلاع الجيش بهدفين مقابل هدف شايف الزمالك يعني بالشكل ده ماشي بشكل كويس ولا اتأخر أنه يبقى منافس على الدور مع الأهل وبراند شوف في حاجة محمد مهمة جدا لازم نقولها أولا مش متعودين دايما في الزمالك أن احنا نبقى في المراكز دي الزمالك عمره اسم الزمالك براند كبير واسم كبير وتاريخ كبير ما بيلعبش على مراكز عشان يحسن من مراكز ويبقى في الحداشر والعشر والتاسع ده لا الزمالك ولا تاريخه ولا جماهيره تعرف الكلام ده خالص ولا حتى لعبته كمان ولا عمرنا مرينا بالفتر ولكن خلينا نقول أن الموسم دوت ظروفه كان صعبة جدا كمان فعملت أن في مجلس إدارة طبعا لتواجد طبعا من شهر 11 كانت فيه أزمات كتيرة جدا جدا كانت عايزة تتحل بشكل بيل جدا فكانت محتاجة وقت لكن المكسب الحقيقي في الموسم دوت هي الكونفدرالية وعلى فكرة يمكن مشينا فيها بشكل كويس جدا وقابلتنا مش هقولك أن فيه آه فيه فرق مش تصنفها الإفريقي تاني وتالت ورابع لكن في نفس الوقت قابلتنا صعوبات كبيرة والنهائي كان صعب النهائي ما كانش سهل جدا خاصة أنه كان فيه مجموعة لعيبة موجودة في نادي الزمالك أنت ما عندك سكواد على الدكة لأنه كان لك عدد محدود بالنسبة للقايمة اللي كانت موجودة في نفس الوقت قد فيه عناصر لسه بتخوض النهائي ده مع نادي الزمالك كانت لسه منضمة لنا الزمالك في هذا الموسم ولكنها أجادت بشكل كبير لما أنا هسكر منها هسكر منها أكتر من اللعيف فعلا يعني منهم محمد شحاتة فعلا عمل فعلا في هذا الموسم يعني صفقة من الصفقات القوية جدا اللي كانت موجودة لكن خلينا أقولك أني الأزمات اللي مر بيها نادي الزمالك بالنسبة للقيد وبالنسبة للعيبة الأجانب اللي كانوا موجودين وكان لهم فلوس كتيرة وكان لازم تدفع وفلوس بشكل طبعا كان صعب جدا حصل حاجة ناقلة الزمالك ناقلة كويسة جدا هي في يناير بالصفقات اللي جات لنا الزمالك لا هي البداية مجلس منتخب مجلس جاي طوفقي قدر فعلا يشتغلي فوق القيد والأمور تمشي براب عليك يعني المردود إن شاء الله يبام الموسم الجديد يعني أنت هنا بتلتمس العذر الحاجات كتيرة لكن أنا طبعا مش موافق تماما مش موافق تماما وكتير على فكرة ممكن يكون المجلس نفس الشي ممكن يكون الجهاز ممكن تكون اللعبة الجماهير مش موفين لكن كلنا نعلم الظروف الصعبة اللي بيمر بها ناقلة الزمالك زي ما أنت ذكرت يا محمد موطة مهمة جدا يعني الموسم ده يعدي لكن منتظرين الموسم اللي جاي مش بالعدد يعني مش بالكم بالكيف الكيف في أن الموسم القادم أنت يبقى عندك صفقات في مراكز حساسة مهمة جدا ولكن لازم تنطقي لعيبة على أعلى مستوى أنا لما أتكلم مثلا على على العيبة الأفارقة اللي موجودة أو الأجانب لما أتكلم على أجانب أتكلم على المسلوسي لازم أعود أن أذكر المسلوسي كتير قوي قوي وحيي وشابول للمسلوسي فعلا أن راجل أولا قبل ما يبقى لعيب لعيب مهم جدا في نادي الزمان هو راجل قوي 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 منتغير مركز من بكرة كان عنده انتقادات في البداية لكن بعد كده أزم حقوده خلي باك كان على عوشك حفرة مهمة جدا لكن ده معدن أصير فعلا والعيب مهم جدا خلينا أتكلمك على الجزيري لما كان أوسوريو كان بيكلام مع الجزيري بس بيت شوية كان موتش اللي فقد أنت بتبقى فيه مش بتاعته أنت بتبقى فيه عمسلا موتش النادي الأهلي عمل مباراة ولا أروع ضحيئة وعلى فكرة الجزيري بيجيد جدا مع المباراة الكبيرة لأنه هو لعيب دولي تونسي ولعيب قوي جدا ولعيب مهم جدا فلما بكلمك على لعيب الأجانب أنا بذكرك بالجزيري وبذكرك بمستوسي لما بكلمك على أشرب بن شرقي وبكلمك على ساسي بكلمك هي دي النوعية أو الكواليتي اللعيبة اللي المفروض الزمالك يتعاقد معها في نقطة مهمة جدا أنا عشان أبا منافس قوي في الدوري المصري وعشان أبا منافس ومّى موجود في المراكز أو متصدر الدوري لازم أجيب لعيبة عندها الخبرات الكبيرة وتكون لعبة دولية فأنديتها وأنا أجيبها صغيرة في أفريقيا أو في غرب أفريقيا أو أتكلم في شمال أفريقيا لازم أجيب لعيبة تكون دولية عندها الخبرات التي تعرفت تتعامل في المباراة الكبيرة أو ولد صغير ناشئ يعمل فارق زي أمونيك والناس اللي يجون لكم زمان لا لا هو في نقطة إننا في مجموعة لعبة موجودة كويسة جدا لكن هتخد لها الوقت الزمالك مش عايز الوقت ده يعني لعبة دي مع الوقت حتى تبقى كويسة أنا بقول للصفقة هو الفلقة كبيرة ما بتصبرش ما هو ده عشان كده أنا بأتكلم في إيه أنا هناك أنا مش هتكلم على لكن أنت في النادي الزمالك أخص نادي الزمالك إن أنا مش عايز زي العشر أو اتنشر صفقة أنا عايز أربع صفقات أطلت أربع خمس صفقات في مراكز حساسة عندي فمسلا في مهاجم قوي جدا جدا سوبر حاجة قوية جدا بكلم في تفندر قوي جدا بكلم في مساك بكلم في حارس مرمى بكلم في باكليفت يعني بكلم في مراكز حساسة قوية جدا إن أنا لازم تبقى موجودة من الموش الجديد ما تبقى من عمر الدوري يقدر جميز إنه يقدر يطلع كام واك يبني عليهم زي الكلام اللي حتى قلت ده على فكرة أنت بكلم على قطاع النشئين في نادي الزمالك في السنين اللي فاتت دي كلها مع فريرة ومع كارتيرون ومع أسوريو ومع مداربين كتير جدا طلع عدد لايب يعني في ناشئين في نادي الزمالك يعني على مستوى علي جدا يعني لو ذكرت منك أنا قدت طبعا موجود في القطاع لمدة 3 سنين في لعبة طلعت وأجادت لما أمكلم على يوسف و أسامة نبيه لما طلع و أسف جعفر المجموعة لطلعت وسيد نمار و كلهم و أحسام كل المجموعة لطلعت و نجحت و أدت بشكل كويس أوي في مجموعة كمان جاية في الطريق دي بتشارك كمان محمد السيد درعيف و نص الملعب حيبالي مستعبال إيش و كمان هو بيشارك النهاردة و كان قبل كده كان قبل كده بيشارك في عدد ملعبين نهاردة أحمد مجد المساج ده 2006 يعني مساك و فيه كمان خطأ اللي هو مش قصده ده فيه كمان هشام كمان دوت مساك و فيه محمد إبراهيم بقريت عالمي هايل جدا فيه حسن أبو المعاطي ده باكليفتي كمان كويس مقرنت أنا على فكرة برضو مع الحطران من تقدير النادي الأهل معدوش الكامل كبير اللي أنت أقلت أعلم أنا بكلمك على أسماء لو تلعب فوق في الدرجة لو لو خدت الفرصة هتلعب و هتقصر الدنيا لكن أنا بكلمك على أنت إزاي أنت تعد دينات الزمالك الزمالك بلعب على البطولات عنده بطولات الموسم أنا قلت إن الزمالك والأهل هم كفتين مثل الكرة المصرية والعربية والأفريقية ما فيش كلام أنت بتكلم صحيح ما فيش كلام لكن أنا بكلم في إيه أنا من الزكاء إن أنا قلت لك في الموسم الموسم ده حيعدي والناس هتلتمس العذار هتلتمس العذار للمجلس بطولة مهمة جدا هي كفدرالية جدا جدا يعني حاجة برضو بطر أفريق أنت واخد بكوين فدرالية وهتلعب صوبر عندك فرصة أن تفوز بالصوبر كمان فيه نقطة يا محمد أنا أنت عارف أن أنا ما حدش هيزيد على حبي وعش الناس الزمالك طبعا لكن أنا بكلم على إيه على حسب ما تعود نادي الزمالك إيه تعود نادي الزمالك على إيه إن أنا بلعب دايما على بطولة أبطال الدوري ألعب على بطولة أفريقيا أبطال الدوري هي دي اللي أنا أشتغل عليها يعني أنا قفل كفدرالي دوقتي أنا مش عايزي أنا أعيش اللعيبة وأغرس جوه اللعيبة وأحط جوه اللعيبة أن الهدف الكبير أو التارجة الكبير أوي لنادي الزمالك وإسمه وطاريخهalles داء كله هي قفل رليا لا قفل رليا ممكن تجي تصنيف ثالث لنادي الزمالك في أهدافه الكبيرة لكن الأهداف الكبيرة إن أنا ألعب أبطال أنا ألعب ثلاثة أبطال دوري على نهاية نهايات ثلاثة أبطال دوري وده نعبي نادي الزمالك هو هي دي نوعية سبع ثمان سنين الواحد لعبهم دايما حتى لما كان بتروح من هنا بطولة الدورة دي كان بتبقى في آخر أسابيع آخر أسبوعين ثلاثة هي دي المنافسة الحقيقية هو ده الزمالك الحقيقي أنا بكلم في جزئيه أن السنة دي فيه بنلتمس الأعذار لمجلس الكابتن حسين اللبيب المجلس كله بالكامل في نفس الوقت استقرار الجهاز الفني يبقى موجود بشكل كواس جدا لازم توفره للمدرب أو وفرنا في يناير بشكل كواس او دي تتحسب لكو لكن هيبقى فيه أفضل من كده كمان على الموسم القادم بعد كده محدش هيرحم يعني خلاص أنا السنة دي عدتها بالرغم أن أنا النادي الكبير زي ما أنت ذكرت يا محمد الفرقة الكبيرة محدش بيصبر عليها ما بصبرش شهر واثنين وثلاثة وموسم كامل لكن أنا بكلم الموسم اللي جاي القادم ده لابد أن يبقى فيه أربع خمس صفحات أنت كما جلس إدارة كمان هتبقى قاعد حاطت الرجل على الرجل مرتاح متطمن معاك فرقة محترمة في الملعب ومعاك السكوات قوي جدا قدل في الملعب دي مهمة جدا على فكرة هتديك أريحية في نفس الوقت أكون كمان أنت خلصت من ملفات كتيرة قوي تتعمل لك مشاكل وعمل لك أزمات في نفس الوقت أنت خدت في السنة دي كلها خدت وقت كويس جدا أنت تعيد ترتيب البيت بشكل كويس أو بشكل أفضل الموسم القادم بإذن الله ما فيش هزار فيه بشكل كبير بالنسبة لناد الزمالك بالنسبة لبطول الدوري بالنسبة لكونفدرلية بالنسبة لسوبر كل كلام ده لكن لابد أن مجلس إدارة يكون عنده هدف كبير أو أن الزمالك يرجع تاني لأفريقيا أبطال الدوري يلعب في البطول لأفريقيا أبطال الدوري الزمالك دايما هو لازم يكون هو الأساس لكن ده مش موقع الزمالك ومش ده اسم الزمالك ومش ده تاريخ الزمالك أن أنت تبقى في الحداشر والعشر والتاسع وتقول أننا لو كسبت النهاردة طلع الجيش هتخطى مركزين زد الزمالك بعيد عن القصص دي تماما محترمي للأندية كلها لكن في فرق تانية تلعب على فوسط الجدول تهرب من شبح الهبوط يبقى خامس يبقى مبسوط يبقى سادس يقول مجلس دينا حالة الهدف يبقى يخش في المربع يقول لها حالة الهدف الزمالك ولا يبقى عن القصة دي تماما ده طبيعي ده موضوع ما منتهي ولا بد أن هم يعيدوا حسابتهم في ده بشكل كبير جدا أنا النهاردة لما بسمع أن الزمالك بيتكلموا على أن الزمالك أنه في المركز الحداشر والعاشر وحيوصل للتاسع ويوصل للتامد أنا مش مصدق الحاجة التانية أن الزمالك على فكرة الحمد لله حنلعب للموسم اللي جاي في الكونفدرالية أنا مش مصدق مش ده الزمالك الزمالك أكبر من كده بكتير جدا خلينا نقول الزمالك لما كلمنا على نادي القرن في الأهل والزمالك الزمالك طبعا الزمالك يفضل يحارب لحد أخر مقمن في عمر الدولة ما فيش كلام مش معنى كده أنه راحكم في الدولية مش معنى كده أنه بيعتمد على بعض النشئين عشان نبص عليهم من يستفيد منه أو من يستفيد منه لكن هو الزمالك التنفسية هي في المقام الأول المقام الأول أنت دائما تكسب مرشتك أصدت في حاجة الدوافع الدوافع اللي عندك الدوافع دي بتبقى تزرع في اللعيبة صغراء لا الدوافع نفسها أنت الزمالك يكسب على طول تكسب حتى لو أنت لسه ناشى إن الزمالك بلعب على هدف وانت لما بتخش بطولة البطولة دي عايزة نفس طويل وعايزة وعايزة لعيبة وعايزة سكواد قوي جدا فبتلعب على المكسب أنت الوقت بتعيد ترتيب البيت في إيه بقى أن أنت بتبص على اللعيبة الصغراء دي مين اللي سيكمل معك مين اللي ممكن سيطلع إعارة مين اللي ممكن مشابه موجود معك فلو أنت مهندس دكور ترتيب البيت للنادي الزمالك الموسم الجديد قولي كده تخيل معك كده واحد من اللي أنت قلت محدش يزايد على حبك وانتمائك لنادي الزمالك ودايما تحب أن الزمالك يبقى دايما في المقدمة لأنه الأهل والزمالك هم التنفسية الأول والأخير معايا كده واحدة وواحدة كده اللي أنت شايفه في شكل زمانك الجديد الاستقرار استقرار ده حاجة على المجلس ده وإحنا فعلا بنسده بتعمل إيه كالآتي أنت دلوقتي موضوع القيد أنت القيد يرجع تاني القيد ده المشكلة دي لازم تتحل من جزورها يعني المفروض أننا مش كل سنة أو سنتين وهي دي المشاكل دي قافة في الدولة المصري يا كبت دي قافة ومعندية دايما أقولي كلا مع الناس بسؤولين في عندية تانية أقول يا جماعة في التعقدات اللي هي مع الناس الأجانب أرجوكم هتحد متخصص لهو عليه بالظبط أعرف أنا اللي جاي بالكابتان عصامر يا رجل ده جاي من بلد X أو Y أو Z هو الرجل ده لهو إيه وعليه عشان ما جيش هتطارة معه في الأخير يعني مثلا أنا هكلمك على عيب زي إبراهيم انضاي مثلا إبراهيم انضاي ده أنا سامع العقد بتاعهم عد المليون دولار إبراهيم انضاي شايف كتير شايف كتير عليه يعني إبراهيم انضاي عشان يجي نادزة مالك لازم هو يدفع فلوس كمان ويجي لعب في نادزة مالك مع احترامي ولا كلمة لأن أنا لما بعمل بحط الكفتين بحط مثلا إبراهيم انضاي وبحط إبراهيم انضاي وبحط إمانويل إمونيكي لا 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 فيش مقارنة خالص فأنا بكلم في نوعية الكواليتي بتاع العيب الناس الزي مالك اللي هو يجي ده أنا الموضوع بتاع مليون دولار والقصة دي كلها اللعيبة دي لازم لازم الأمور دي تبقى فيها فيها تخصصية وفيها احترافية قوي في أن اللعيبة دي أبا أنا عارف اللعيب ده قيمته إيه وقيمته التسويقية إيه ويجي إيه هو لو في المكان اللي هو جاي منه وهو قيمته التسويقية دي كتير عليه على المستوى الفني المتابع أن أنا تابع المستوى الفني كمان وتأثيره مع نادزة منه جاي نادي كبير زي نادي الزمالك لكن شايف أنه أقصى حد ليه 200 ألف دولار 250 تلتمائة ألف دولار ما زيلش عن كده ويبقى ده كويس أولي لكن مليون دولار وحية زي كده أنت بتحط نفسك في أزمة بتحط نفسك كنات زي مالك أن أنت بيبقى الأمور بتبقى فيه ضغطات عليك في الديون أن أنت تدفع بتدفع لعبة مشت كمان عشان تسدد لهم عشان ما يتقفلش القيد عليك وكمان عندك كمان حصة كان بيتكلم فيها كابتن عسان لبيب أنه عند 40 50 مليون نازم أسددهم لعبة في تعاقدات أصفية كمان تعاقدات اللعبة المصريين المحليين اللي موجودين من السنة اللي فاتت فيه حاجات متأخرة وكمان السنة دي فيه كمان فيه مديونات كتير كمان فيه أمور خاصة كمان بالفريل أول نازم مالك وبقية الألعاب الأخرى لنادي الزمالك وأهداف نازم مالك أنه يبقى عنده نازم مالك يبقى عنده فرع تاني وعنده فرع تالت وكذا أنت عايز تعمل عملية توصية لكن أنت لابد أن أنت تعمل أساس أنت استقرار على الجهاز زي ما أنت ذكرت يا محمد الاستقرار على الجهاز الفني إده الفرصة أن المدير الفني يختار يعني عايز تعتبر الرجل ده مشروع قادم آه طبعا ما فيش كلام فيه على فكرة فيه كلام كتير أو انتقادات كتير أول للراجل وأنا برضو فيه جزء جزء من الانتقادات أنا بشوف أن الدنيا ماشية فنيا أنا فنيا أنا بشوف أنه عنده بعض المشاكل كمان في أنه يدفع بناس معينة زي مطش الإسماعيلي هجل عمارش الإسماعيلي أنا مغير ردية غيرت خالص بالظبط كده هو لما غير عمل كده فأنا مش عايق أنت كمديري ما تقعش في الأخطاء دي أنت في البداية بتبدأ قوي زي النهاردة موابير عم نهاردة ما طالع الجيش فلاقيت عبد الله ولاقيت ناصر وكل المجموعة وأوباما وكل الناس موجودة فكده أنت ابتديت صح حتى كمان الزمالك مش في حالته الشوت الأولاني يمكن طالع الجيش كان أخطر شوية مش محتاج أنا أطلب من عبد الله سعيد ونجري 13 12 أو 13 كيلو اللي كان بيجي داع في العشرينات أنا محتاج بس من عبد الله لخبرة السنين دي كلها ويا جماعة لما واحد يبجاي 130 هدف بعد كابتن شازلي رحمة الله عليه وبعد كابتن حصر حصر هدف اسمه بحروف خلاص بقى محدش خليني أخذ حرك طالما تتكلم على واحد زي عبد الله السعيد تبتقول مش عايزتهم منه أنه يجري 12 تتشكره في الملعب عندي نجم كبير تقدر تبني عليه أنه هو ناصر مهار اللي عمل فريف كل مهار ش certaines على فكرة من الصفقات القوية الناكحة جدا على فكرة لأن ناصر يوج18ه مرونة جدا وعنده وعنده مهارة عالية جدا لا و two minutes ونحتاج تجزاي زمالي كان عنده و هي قررة قرة ناصر كمان القرة ناصر مهار ماشية اول محمد مع انها مع قرد ناصر زمالي الآن القرار اللي هي الحاجات المثلسات و القرات اللي هي الفنتات والحاجات اللي فيها مهارة كنت أتمنى أنه يأخذ ماتشاك كثير قوي لأنه كان لعب مميز قوي كان هو لفت للنظر على فكرة لكن أنا كنت أشوف كثير قوي أنه لم يشارك كثير وكان يستبع كثير وكان في سموحة سموحة وفوتشر مع كابتن العلمية ما هو هي بعد كده بعد النادي الأهلي لما طلع الأعارة بتاعته لما طلع في سموحة وكل الكلام ده حتى أجاد حتى في ماتشاك ضد الزمالك كان بيجيد وكان بيقد بشكل كويس جدا فقلنا حتى الزمالكوية كمان لما حين أو كان عينهم عليه على نصر ميال إنه يجي الزمالي كورته تمشي مع الزمالي فهو برضو عمل إضافة عمل إضافة كويسة جدا نصر ميال بشوف من الصفقات الكويسة قوي أنا بشوف إن الصفقات تبقى بالنوعية دي كمان وتزيد أكتر كمان في الموسم القادم عش كده بقولك إن لو أنت تجهز للموسم الجديد أو الاستقرار نفسه إن أنت تبكي على الجهز الفني إن أنت تديره مساحة في الاختيار إنه يختار المراكز المطلوبة اللي محتاجة جدا عشان أقدر حاسبه أنا أقدر حاسب المدرب لإن أنا لما بيجي المدرب المدرب لما جيه جيه على صفقات موجودة وصفقات جات له كمان في يناير تتبق معي نفسه النهاردة وأنا بتكلم بقوله يعني إحنا خلاص بنفنش دوري ومع دوري جديد لابد إعطاء المدير الفني السقة الكاملة في اختيار العناصر بتأكيد ادوه الفرصة عشان تقدر تحاسبه ليه بقى بالضبط كل مدرب يا محمد اشتجي يجي لأي ثلاثين واحد موجودين لا لا والمدرب زكي وصائع يعني طبعا لفظي طبعا لك أنا أنا بكلم في بلغة الكورة المدرب حيمسك أنت ما تدلوش الفرصة أنه عنده العصر أنه عنده العصر حيمسك فيه ويتنه ماسك فيه لأبعد وقت وفي نفس الوقت المدرب حيبق معك ماشي معك إنه نادي الزمالك والتشيرته يمكن يمسك التشيرته ويبوسه لو أنت جيت أقلته ومشيته هيروح الفيفا ويشتجي في الفيفا عشان يأخذ فيه الوصول طبعا الناس دي كده فأنت تعامل معاه باحترافية ما تتعاملش مع المدرب بعاطفة ما تتعاملش مع المدرب باحترافية يتعامل معاه انجليزي وتعامل معاه يقعد معاه شغل على الترابيزة أنت محتاج في مركز إيه أنا محتاج واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة نوعية اللعيبة الكواليتي بتاع لعيبة عندنا ده رقم واحد ده رقم اثنين في الباكليفت عندنا رقم واحد في فلان ورقم اثنين ورقم ثلاثة اختار عندنا كذا وكذا محضرين كذا كذا هو ده الشغل الاحتراف yet أنت شايف الراجل ده مختلف في إيه كبتا علي صور نعم شايف الراجل جميز ده مختلف في إيه إيه الفائدة إيه الميزة اللي عنده الراجل ده على فكرة يبان في الكونفدرالية الرجل ده بان قوي بعلاقة اللعيبة قرب اللعبة منه على فكرة الراجل ده قريب قوي من اللعيبة اللعيبة كمان وصل لمرحلة معاوني كمان كمان قريب منهم قوي مين مع المعاوني لا لا القصة شايفها موجودة واحمد موجود وعبد الواحد والمجموعة كلها وعبد السيد موجودين كلهم شايف انه هو عامل حالة من حالة الانسجام والحب شوية معرب شوية مع اللعيبة مفيش فجوة أنا كنت بشوفه سوريو انه كان فيه فجوة طب بتسأل اللي عارفت منين كان في فجوة وسوريو كان عايز يطبق طريقة مش ماشية مع القماش اللي موجودة في نال الزبالك كان بيطبق طريقة المان سيتي انه يبقى بيهاجم بسبعة تمانية لا ومتغير المراكز يعني وتغير المراكز يجيب باكراه يتحطوا باكليفتوا ويجيبوا القصة دي فكانت اللعيبة كمان زكية اللعيبة فهمة اللعيبة على فكرة بيقرى المدرب جدا على فكرة انت لما يكون مدرب لما يكون مدرب وانت بتتعامل مع اللعيبة ما تديش الفرصة لعيبة انت تباني قصيدهم ان انت ضعيف ان انت عندك قصور في حاجة انا ممكن يكون انا مدرب وغلطت في حاجة اصر لان على الغلط المهم ان انا ما اظهرش قدامي اللعيبة بس انا قدر اصحح بعد كده ده الخبرات في التدريب انت تباني دايما شخصية شخصيتك قدامي اللعيبة دي مهمة جدا قط اللبس وفي الملعب على فكرة في التغييرات كمان تبين انت بتبقى وقع جدا وزور رؤية بالنسبة للمدارب اللعبة بتعطي إيس عليك اللي عددك واللي في الملعب واللي خارج واللي نزل الملعب تغييراتك كلها بتقتص مراحب شكري بالجدا في الأغلب في أغلب مبارياتك لكن تلاقي الأغلب دايما بيبقى فيه مشاكل زي ما كان هو دايما يبدأ غلط وبعد يبتدي يعدل معظم مباراة أسوريو كان يبدأ غلط وبعد كده يعدل في الشوت الثاني جميز عمل ده في الفترات اللي فاتت دي وعلى فترات متقطعة برضو كان بيعمل شوات حاجات فيها يعني حاجات فيها خدع بلات يعني زي بطش الإسماعيلي كده هو عايز يبدأ بناشئين وتقلقت انت بتعملش ده حتى لو انت عايز انت خلاص رمية الفوطة بترميش الفوطة نانت زمالك برميش الفوطة حتى لو بعيدت عن المنافسة لكن المفروض ان انت تبدأ بقوتك الكبيرة جدا وتحقق الهدف من المباراة وبعد كده تدفع بالعيب الناشئين لفت النظر السنة دي دونجا ومصطفى شلبي وعمر جابر عاملين أداء ولا أروع معاناة زمالك طبعا غياب فتوح مؤثر في ناحية الباك الشمال لكن التلاتة دول تحديدا عاملين شوء كبير جدا حتى كمصطفى شلبي كمان لما طور من طريقة أداءه على وينجو بقى يقطم لجوة ويدخل لجوة بقى عنده الميزة أكتر شوية في الأداء والفعالية على المربع ايه ده الجزء مهم لسه عنده أكتر من كده أنا منتظر منه أكتر من كده لان انت بتحطه في مقارنة في المكان ده كان أشرف بالشارق اللي كان بيلعب فيه فانت لما جيه مصطفى لعيب كويس ولما مصطفى من لعيب اللي عنده بقى عنده كمان بقى فيه ميزة عجباني انه هو مش لعيب بيروح على الخط عشان يعمل كروس بول لكن بيقدر كمان يخش الجوة كمان يا محمد بيقدر ينوع في أداءه وده دايما اللي هو الجناح اللي بيلعب ناحية اليمين أو ناحية الشمال ده بيبقى دايما عنده أكتر من حلول أكتر من حل في انه يخش الجوة بيصوب مثلا أو بيعمل الوانتو أو بيعمل خراق أو من بره بيقدر يعمل أو بيعمل كروس بول بشكل جيد جدا شايفه مصطفى ده كويس لكن عجبني جدا عمر جابر عمر خلاص خلاص فتفاني إلى أقصدرك ده زمال يعني مش هقول أنه زمال جديد مش هتكلم فيها لكن عايز أكلام الحالة الفنية بتاعت عمر جابر كمان فائق أوي فورم عالية جدا على فكرة والناس كتابت طالب كانوا يتواجد مع الكابتو حساب حاسم في المتخم لأنه كان يستحق في الوقت ده وما زال لأنه هو محافظ على نفسه محافظ على فورمته محافظ على مستوى بشكل بيدفع لما بيتواجد بيقدر بشكل بسال دونجا دونجا لازم يا دونجا نصيحة يا دونجا لأن المكان ده أنا لعبت فيه المكان ده يا دونجا ما بقى ستة ده ما بقاش ستة خمسين في المتخم يا دونجا أتخلص بالموضوع ودي اللي كان مشكلة اللي عملت مشكلة لحسام عشور أنه بقى نص لعيب ودي اللي عملت مشكلة لطريق حامد أنه كان خمسين زاد بقى ستين بقى خمسة وستين أو سأبوصل لسبعين عايز تيكملية لازم ما أبصت خلاص اللعب على مستوى العالم كل هذا الوقت يا دونج شبس انت كنت مكادة كنت بتهدف ما قلت بتروح وتعمل انطلاقات من العب وتقدر تختارك وتقدر من بره كمان لازم تعمل ده يعني أنا في الماتش بيتطلب مني أولا أنت لازم تفسد كل الهجمات انت حاق صد قوي جدا في أنت تفسد الهجمات بانقضادك لما أنا بتكلم على أسماعيل يوسف وبتكلم على تامر عبد الحميد لما بذكر الاتنين دول طالما ذكرت كابتن يوسف في الذكرى النهاردة ذكرى الكابتن إبريم يوسف الغزائل الكبير واحد من أهم النجوم اللي لعب في مركزه في مصر وفي أفريقيا واحد من النجوم الكبار كابتن إبريم يوسف لعبا وخلقا وإنسانا وصفاك كبيرة جدا في الغزائل إبريم يوسف ألف ورحمة ونور عليك غزائل ألف ورحمة ونور عليك طبعا طبعا نجم كبير فأنا بكلمك في اثنين في نص الملعب كانوا دعبة كانوا محورين وكانوا لعبا كبار جدا أنا بكلم على إسماعيل يوسف بكلم على تامر أم حميد دونجا في المكان ده برضو دونجا هو اسم هو مقرر ما لا يعني طبعا كنت مأبود أنا وإسماعيل شوف أقول لك على حاجة مهمة جدا لما لعبت أنا وإسماعيل في نص الملعب أفلت نص الملعب أفلت نص الملعب وكنا كنا 6 و 8 يعني كنا بنلعب أنا وإسماعيل 6 و 8 لأن أنا لما جيت من المأول العرب أنا كنت بعلها بهافليفت مهاجم فكمان لما الطلب مني العبد فندر فلعبت دي فبقى عندي الاثنين فاشتغلت أنت عايز دونجا كبناسب عايز في دونجا ده عايز أنه مش عايزة كدونجا أنت هنا قصد كتشفة في طريق حامد طريق طور شوية بعد كده وبدأ يقرب من 18 وبدأ يسدد لكن أنا بعايز من دونجا أنه أعمل أنه دايما يبقى عندي المسادة مع المهاجمين قرات اللي بتيجي من العرضيات اللي بتيجي من اليمين والشمال ده لازم يبقى جواهة 18 يبقى لازم على قصة 18 مستني الحاجات اللي بتسقط اللي جاية من الديفنسي دي عشان يكون محضة بنفسي على التصويب دا بيحصل من خلال التدريبات في حاجات تخصصية خاصة بالأخطاء من المدافعين وفي حاجات مميزات للمهاجمين في الشق الهجومي أن أنا لازم التركيز بالنسبة للمهاجمين على التزديد من خارج 18 مباشرة أو تحرك بكرة مثلا دريبل أو كل ده في كنزات يبقى فيه خصب أو منافس بعدي وبصوب من جميع الزوايا لازم أشتغل على ده وده عشان أعمله في الملعب في المباراة الرسمية لازم أعمله في التدريبات ده مهم جدا يعني النهار ده مثلا في المباراة في الشرط الأولاني الشرط الأولاني الزمالك المباراة هادية جدا أشبه بتأسيمة مش حلوة فأنت تسأل نفسك الله أنت في التدريب بتعملها جميز عشان الناس تنزل تطبق في الملعب يعني هل أنت بتتمرى في الملعب بتبقى هادئة أو في الملعب كده والعبة تايها كده عشان تبقى في الشرط الأولاني تايه كده المفروض أن أنت الشغل اللي بتعمله في التدريبات اللي كله حماس وخط ورازع وفي جمل تكتكيب تتعامل ومن العمق وتركز على حاجاته وأنا لازم بنتلاقيها من الأول دقيقة في المباراة لازم بنتتتعامل في المباراة ما يجيش النهاردة في الشرط التاني في الآن الشرط التاني خلينا بقى نتكلم فنياً بالصوت الصورة ولكن بعد الفاصل رجالك تاني بعد الفاصل في الجزء الأخير من حلقة اليوم في دافتنا نجميل الكبير كابتن عصام مرعي كابتن عصام قبل الفاصل تكلمنا عن حلل فنياً أهدف مباراة اليوم ما بين الزمالك وطلع الجيش والمقاول العرب والمودر من الأسبورت عبدالله في مباراة الإسماعيلي حتى في ضربات الجزاء نفسها عبدالله سجل عنده السبات لأنه هو لعيب كبير قوي عبدالله النهاردة في الأسست يعني عبدالله النهاردة في الكروسبول اللي عمله لأوباما الزمالك مش موجود في الشرط الأولاني لكن أكلمك على اللعبة اللي بتعمل فرق اللعبة اللي بتصنع الفرق واللعبة الخبرات الكبيرة من سروباس من كروسبول اتعاملت من عبدالله على طول لأوباما أوباما على فكرة بيعرف يجيب جول يعني أوباما بيعرف يجيب جول أوباما في الأمور الصعبة بيعرف يحل أهد يا هنا مثلا في مباراة كمان ضربة الجزاء هايجيب لي الأول الهدف الكروس الكروس اللي اتعامل من عبدالله نموزاجي كمان التيكوف اللي عمله كمان أوباما كان هايل جدا كان هدف كان مهم جدا اللي فرق مع نات الزمالك كمان لعبة الخبرة يعني هما حتى كمان الهدف ضربة الجزاء كمان اللي تشب اللي عمال عبدالله كمان لمصطفى شالبي كمان بص استنى عكورة هو تقل كمان تقل بشكل كبير جدا عبدالله عجبني جدا على فكرة بص يهدأ لحد ما يشقق بص خلاص هنا الرؤية كمان هو ده اللعب الكبير هو ده اللعب الكبير يعني هنا بص ويلمح على طول تحرك من مصطفى هايل جدا طبعا لكن الحارس ما عرفش كان بيعمل حاجة تانية خلاص من دمس الكورة وهدف بالضرب الجزاء على فكرة ده فرق يعني عبدالله مباراتين على التوالي بكلمك في الإسماعيلي نروح جماعا لهدف الاول عشان الوقت الهدف الاول كمان برضو فيه يعني أوباما تلعب وركب الكورة بشكل كويس جدا التوجيه كمان التوجيه يعني لما بتلعبت هنا كمان بص عبدالله عبدالله على فكرة في نقطة مهمة جدا عشان نتكلم من الحاجات اللي أضافت لنادي الزمالي كمان ان عبدالله كمان عنده قدرة كبيرة جدا على التسليم والتسلم كمان ده كرس ورحت هناك يعني هي تتنقل هناك اللعبة اتقطعت أيوة تنجا ما شاء الله أتنمها والنور بص بالزبط كده هنا الشغل بقى هنا عشان تتجيه لعبدالله أو تتعامل لقيشه وترجع تاني لقيشه كمان لعبدالله كمان عمر بص الكروس مست الكروس كمان انه مش واخد وقت يعني الكروس معمول يعني مظبوط قوي وفي قوة هي دي اللي كانت الهدف عشان كده أنا أوباما بتمني يرجع تاني زي الأول أوباما مودي يعني هو ممكن يتلاقيه ماتش عالي جدا وتلاقيه 3-4 مرشات أوباما يعني أوباما لو رجع تاني 27 ده برضو عنده بفكرني محمد أبو العلا لو تفتيت كرطر أتلعبه طبعا محمد كمان كان من لعبة كبيرة بالظبط طيلة أبو العلا أول فالحتة الشمال دايما نتزل ده الهدف لجيب الزمال الكابتل أوبالأول فيه على فكرة فيه شكل لدرب الجزاء فيه فاول يعني فيه فاول كمان للمسلوس يبا شايف أن طبعا القوة البدنية كمان بتاعت عمر كمان لكن الحكم مشا أن اللعبة احتكاك خلاص وفي الآخر لكن الزمال أبص هنا هنا عمر كمان حجز على الكورة جامد جدا وبعد المسلوس عن اللعبة طبعا وكانت هدف طبعا لكن أحمد مجدي في نقطة مهمة المساج ده 2006 بغض النظر عن الهدف نفسه ولكن ولد من المرافعين الوعدين خليا أخذك المقاون العرب وانت ابني من أبناء المقاون العرب التعصر الكبير للمقاون العرب وخلاص بقى مهدد أن الهبوط لدوري المحتاجين عايز معجزة يعني المقاولين عايز معجزة أنا شايف أن كابتن عماد النحاس طبعا طولى المهمة الظرف صعب بس أنا بحيي وبحيي كوشني لما مسك البلدية قبل كده الدخلية شوف شوف عايزه ما هو لو كله هرب مش هتلاقي حد يبقى متواجدك انت بتحاول لكن بتتحسب عليك انت بتتحسب عليك يعني يعني اللي بدأ الاختيار الأولاني واللي عمل إعداد واللي انتقى اللعيبة واللي جاب اللعيبة بيكون بعيد عن كل الموضوع ده كله لكن اللي بيشيروا الليلة نفسهم اللي بيمسكوا في الأواخر نفسهم ممكن تطلع السنة بقى يتبقى انت بطل مغوار لو انت قعدت بالفرقة يعني عملت معجزة وقعدت بالفرقة بتبقى انت بطل أبطال لكن لو هبطت انت بتتحسب عليك انت يعني محدش بيقول الناس بتفتكر آخر حاجة يعني ممكن أكون أنا طول الدوري 30 ماتش 25 ماتش أنا الدنيا بايزة معايا المؤولين العرب محتاج بكل أمانة لا المؤولين العرب محتاج يعني في حالة ماذا لو لم يعني تكتب له أن تباجد في الدورة الممتازة شوف عايزة أقول حاجة أن أنت أنا واسخ أنها ممكن تتعامل لكن هقول لك التكاتف من الإدارة واللعيبة الإدارة تبقى متواجدة باستمرار اللعيبة تبقى في معسكرات مستمرة أنا بكلم في معسكرات مغلقة مستمرة بشكل كبير جدا ويتقفل على اللعيبة عماد ما تسيبش المعسكرات مفتوحة ما يبقاش قابلها بيوم ممكن أعمل قابلها بثلاثة أيام يبقى عارف النادي يبقى عارف النادي لكن أنا أصدق أن مجلس الداري يبقى قريب في تكاتف المشرف عكورة المدير الكؤل داس الموجودة كلها ممكن أضاعف المكافأة في كل مباراة يعني مثلا لو مكافأة أنا أدفع مثلا في المكافأة المكافأة بتاعت المباراة عشر تلاف جنيه ممكن أعملها خمسين ألف جنيه وممكن المباراة اللي بعديها مئة ألف جنيه يعني أنا ممكن أستغن عن مليون جنيه في آخر خمس ماتشات لو عملت المطش بمتين ألف جنيه بمتين وخمسين ألف جنيه وبصرف الفلوس فاوري ممكن أصرف مثلا خمسين في المياه دلوقتي وممكن بعد الخمس ماتشات أصرف الخمسين التانية لما لعب ياخد في إيديه فلوس لعب ده ينزل ليقوا للنجيلة خلينا بقى اللي المباراة الأهم هي مباراة الموسم الأهلي والبراميز أو براميز والأهلي شوف هتبقى هي دي لتحسن بطولة الدوري دوعة جماعة ب cared قىaki المياه see في المبيت المخاز المباراة خمسين خمسين ثم نعم روا لك ، في السنوات الأخيرة براميز كعب عالي على eles خلينا أقولتك براميز يقدم النساء اللي كانت مباراة في المباراة في الدولة بين الأهلي وبرميز كسب أن winning ولذلك في السنين اللي كانت براميز تحدث النادي الأهلي عالي في نفس الوقت براميز بالنجيل السanti يقدم وأحدا من أقوى المواسم حرك بدري أفريقيا وركز في الدوري ومع المدرب كمان يعني متفوخ في كل المباراة قبل كده كان بيرامس بيكمل لكن كان بيقع مع الفرق دايما اللي هي الصغيرة في الدوري وكان ما تقولش عليه بطل لكن دلوقتي بيرامس ما بيفردش ببنط يعني حتى منشته الأخيرة كلها سنة تحول إيه؟ بيكشب بسكور المدرب عملية عملية أنه بأوجق العالم ولا الخروج المبكر من دور الأبطال والهدوء بالتركيز لا مدرب مدرب على فكرة مجموعة اللعيب اللي موجودة دي هي مجموعة اللعيب اللي موجودة في سن فاتف خد باللهز ممكن نقلم منها كمان نعم ممكنinees قلم منها العيب اه لاحز دي المدرب كينو ميلي وميلي لا لاWas flo weighs عناصر النفس العناصر دا أنا أكلمك كمان على مجموعة العناصر الموجودة كلها هي هي نفس العناصر اللي موجودة بشكل ج bur cleaning المدرب نفسه محافظة على تشكيلة السبتة نفس العناصر اللي موجودة مين يدير المباراة بشكل كويس يرشيتش ولا كولر ولا لعيبة في أرض الملعب هي اللي ممكن تعمل الفرق البيرامدز عليها دور كبير جدا أنها لازم النادي الأهلي معروف في المباراة دي في ثانية ممكن يخطأ في الماتش وفي ثانية ممكن يسجل يعني النادي الأهلي طول ما أنت بتشتغل معاه طول التسعين دقيقة حتى في الوقت بدل الضيع ممكن يغير الماتش في ثانية لكن البيرامدز لازم يحتاط من دوتي يشبه για حريص جدا أنه لازم يفعل مجهود مضاعف هو بلعب النادي الأهلي لازم يحافظ أنه لا يأتيش فيها جول لأنه لو جيف جي ف pim قرأ بتصعب عليه المأمورية نادي الأهلي لو جاب جول بيركب الجيم بشكل قوى جدا لازم يحافظ أنه لا يأتيش في جول ده برامدز لو عايز أنه يبقى لي الأفضلية في هذه المباراة في نفس الوقت الأفضلية في برامدز في الماتشات دي انه لو يكسبش ما يخصارش لأنه يفكر أنه يأخذ بطولة الدولة لأنه أعتقد أنه متفوق معنوية بعد عشر طيام تقريب فهو في مجموعة المباراتين تتكلم في مباركة هنا إفريقية ذهاب وإياب فمجموعة المباراتين هم اللي حسموا بطولة الدولة لو قلتك توقع قبل من المعاك النقلة الأخيرة قبل الختام عن المنتخب الأولمبي تتوقع من يفوز مباركة الغد يعني أنا مع ميكاليا أنا على فكرة لا أنا أتكلم على الأهل الوبرميز أول مرحل المكاليا للأهل الوبرميز يعني توقع ما أقدرش أقول لك من لأن الكفتين يعني متعدلين شايف الوبرميز بشكل كوي الأهل في مرحل المعجلة معرب لكن توقع قدامنا أربعة دقيقة ميكاليا والكابتن براكات والجهاز المعاون وقلبي باريس 24 أتمنى أن هم يعملوا يعملوا إنجاز أن هم يتخطوا الدور الأولين يعني أنا أتمنى الراجل دا أنا بيعجبني جدا فكره وبيعجبني أفكار وأسلوبه وطريقته في الملعب الراجل دا عمل عمل تصفيات عمل تصفيات قوية جدا لحد ما وصل للمبيات باريس على فكرة الراجل دا ليه رؤية وشغله في الملعب بينعكس على الأداء في المباريات أنا حسيت أني بقت فيه حاجات بتتعمل في الملعب الراجل دا بيعمل شغل كويس قوي في التدريبات وبالتالي بينعكس على أداء اللعبة في المباراة من حيث الروح ومن حيث كمان الجبل التكتكي اللي بتعمل والكورة اللي بتتقدم بشكل جدا فهنا متفائل أو مع الراجل دا كمان عناصر لراحة كمان بغض النظر كمان يعني كل فريق في النادي الأهلي أو النادي بيرامس بيحفظ على لعبته لأنهم تركيزهم كله في بطولة الدولة لكن عايز أقول له طب مهمة جدا يا محمد مهمة جدا منتخب مصر أكبر من أي حد أكبر من أي نادي والموضوع دا لازم يكون فيه لازم الموضوع دا يتحسم لأننا عندنا الدنيا الدنيا في كلها هرتلة هرتلة يعني يعني لازم يكون فيه أصلا الموضوع دا عايز حلقات يا محمد لو أنا عادت أتكلم على موضوع منتخب مصر منتخب مصر وإيه تشيرت منتخب مصر تشيرت منتخب مصر دا رقم واحد خدسية ما فيش ولا كلمة الاستدعاء استدعاء طبعا ما فيش ولا كلمة طبعا لكن لو حبينا بقى أنا أروح أروح لاتحاد الكورة وأروح للقصص والمواضيع والليحة والفيلم دا كله أحنا نتمنى هم التوفيق أنهم يعملوا مباراة خلينا نتمنى من بره ونتمنى التوفيق ونتمنى الكلمتين اللي هم بيتقالوا في الاستوديوهات أن احنا رب نتمنى التوفيق المنتخب للومبي ونسيبنا من الأمور دي وأتمنى أني الدوري المصري بدل ما هو مصنف مع السودان ومع أريتريا ومع جيبوتي أنه أضعف دوري على مستوى العالم دا دي كانت إحصائية تنافسية بالنسبة لاتحاد الدولي فأنا بكلمك أننا في السبينسا لما بكلم في السبينسا يعني اتحاد الكورة لازم يبقى تغيير جزري عموما خلاص من الحلقة فاضلوا شهرين كابتان عسام مرعي شرفتنا ونورتنا دايما بنستمتع بوجودك حبيب وأنا كبان شرفت معاك حبيب ألبي عزيزي المشاهدين نشوفكم بكرة حلقة جديدة من المتادة في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة